السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات في كل زمان وفي كل مكان أتمنى لكم أن تكونوا في هناء وسعادة وراحة واطمئنان وعافية إن شاء الله حيثما كنتم وأينما كنتم النهاردة نحن نتكلم عن موضوع مهم يمسنا جميعا هو موضوع الكورونا مرة أخرى وموضوع ما هي العلاقة بين الكورونا وبين الدين مرة أخرى وما هي العلاقة بين الكورونا وفيرة عزيزة وقد يستغرب البعض لهذه المسميات لكن لكل مسمى من هذه المسميات شيء في الكلمة التي سأتحدث فيها معكم سأقيم حديثي معكم على تسعة محاور تسعة محاور المحور الأول هل الكورونا جائحة؟ المحور الثاني ما علاقة الكورونا بالجوع؟ المحور الثالث هل الكورونا ستهجمنا مرة أخرى في الخريف؟ يعني في سبتمبر، في أكتوبر، في نوفمبر، إلى آخره؟ المحور الرابع هل نحن مستعدون لهجمة أخرى من هجمات الكورونا في الخريف؟ المحور الخامس، لماذا الهلع الزائد من الكورونا؟ والجوع والأمراض تحصد الملايين من البشر كل سنة؟ المحور السابع مرتبط برجال الدين في العالم الإسلامي، وما أثار، يعني ما مدى تفاعل الدواء الرسمية الدينية المسلمة مع الكورونا؟ هذا المحور السادس، المحور السابع يتحدث على آثار هذه الإجراءات التعصفية من برجال الدين في العالم الإسلامي على المجتمعات، المحور الثامن، العلاقة بين السفيرة عزيزة والكورونا، المحور التاسع، التاسع نعم، وهو الحل، هناك تسع محاور، تسع محاور ستكلم فيهم، نبدأ بالمحور الأول، وهو هل الكورونا جائحة أم لا؟ هناك نظريتان الأولى تقول أنها جائحة بالأرقام، أرقام المرضى، أرقام الموتى، أرقام المتعافين، لا مجال للشك في هذا، هذا من جانب، والجانب الآخر يقول أنهم اكتشفوا هذا المرض منذ عشرات السين أو عشر سين أو خمشر سنة، حتى أن الأدبيات في الدراما الأمريكية وهوليوود إلى آخره، أفرزت بعض المسلسلات الدرامية القائمة على الخيار العلمي، وفي رابط عندكم في الصفحة يتحدث عن هذه المسلسل التي قالوا فيها أن المرض اسمه كورونا، والجحاء اسمه كورونا، وأنها تأتي من الصين، وأنها تنتقل بالحيوانات، وأنها تحتاج لتباعد اجتماعي، وأنها في نفس الوقت تحتاج إلى الكمامات، وفي نفس الوقت تحتاج إلى العلاج بكلوروكوين، اللي هو العلاج للمالاريا، كل هذه الأشياء موجودة منذ سنوات، فهل خيال علمي كان خيال علمي قائم على حقيقة؟ أو خيال علمي قائم على أسبب؟ هذا بالنسبة للمحور الأول بالنسبة لكورونا جائحة أم لا؟ بالنسبة لكي نحن فيها أرقام فعلية داخل المجتمعات تؤكد أنها ليست فانكوش، أو ليست بالتالي نظريت مؤمرة فقط، والأرقام دين فيها أكثر من 7.5 مليون إنسان أصيبوا بها، فيها 3.5 مليون تعافوا، يعني هؤلاء 49%، فيها كذلك 440 ألف ورمائة 30 ألف ماتوا، يعني 5.6 مليون تعافوا، إلى آخر، إلى آخر، إلى آخر، إلى آخر، طبعا، هذا أرقام حقيقية لا تستطيع أن تكتب، أرقام حقيقية لا تستطيع أن تكتب، فلما نتكلم إحنا عن علاقة المحور الثاني، وعلاقة الكورونا بالأمراض، وخاصة الجوع، وخاصة عدد الموتى في العالم، عدد الموتى الذين يموتون في العالم، نجد أن أكثر من مرة، حسب إحصائيات منظمة برنامج غزائر العالمي في 2018، 821 مليون نسمة يعانوا من الجوع، يموت منهم كل ثانية شخص، يموت كل سنة أكثر من 35 مليون، ده إحصائيات في 2018 لا نتناقش فيها، هذا من نسمة برنامج غزائر العالمي، من نسمة بالعدد الموتى في العالم، أنا جبت هذه الإحصائية اليوم، في ساعة والثانية والتاريخ، ساعة 41، بتوقيت لندن، كان عدد سكان العالم 7.794 مليون، وبعد الكسور، عدد الموليد في هذه الساعة لـ 41، يوم 36 ستة، يوم 36 مليون، يوم 36 مليون، 671،200، عدد الموتى إلى هذه اللحظة في هذه الساعة تنين وتسعين ألف ومتان وخمسين، وثلثمائة وخمسين، عدد الوفيات العام منذ 1 جناير إلى 30 يونيو، في هذه الساعة، ليساعة وحدة وأربعة واربعين، كان 29 مليون، تنين تسع واربعين، وسبعمائة وثلاثين إنسان، وده أرقام حقية تتحدث عن الموت، والموتة وأرقام الموت، نتكلم عن 420 أو 430 ألف موتوا من الكورونا في خلال 7 أو 8 أشهر، نحن أعلن على الكورونا في ديسمبر في العام الماضي، قد يكون بدأ يتفشى هذا الوباء قبل ديسمبر، والله أعلم، ده بالنسبة لعدد الموتى، والنسبة لعدد الجوعة، ندخل في بعض الأمراض المتخصصة لكي نرى الفارق أو ماذا تحصد هذه الأمراض من أرواح داخل منظومة الإنسانية في العالم، المرض الأول هو مرض السرطان، بناء على تقارير من نظمة الصحة العالمية في 2018، قالوا أن عدد من ماتوا بالسرطانات المختلفة تسعة وواحب من عشرة مليون نسمة في 2018، بالنسبة لمرض الملاريا، في يوم الملاريا العالمي في 2018، منظمة الصحة العالمية أيضا قالت أن عدد مصابين بالملاريا في العالم عام 216 مليون إنسان، منهم 192 مليون إنسان داخل قرى الأفريقية، وقد مات من هذا المرض أو هذه الجائحة كذلك 445 ألف في عام 2016، هذا بالنسبة لمرض الملاريا، والضغط على أفريقيا، وكذلك العالم كله في علاج مرض الملاريا، ننتقل لمرض آخر، وهو مرض الآيز، أو نقص المناعة الآيز، في اليوم العالمي الآيز، في 2011، 2019، في الأوام المتحدة، وكذلك منظمة اللي هي أطباء بلا حدود، قالوا أن عدد مصابين بمرض الآيز، سبعة وثلاثين مليون وتسعة من عشرة، سبعة وثلاثين مليون وتسعة من عشرة، وعدد من ماء، وعدد من أصيبه، وعدد من أصيبه، في 2018، واحد وسبعة من عشرة مليون، يعني واحد وسبعة من عشرة مليون، أصيبه بمرض الآيز في 2018، حسب إحصائيات نظمة الصحة العالمية، وكذلك الأطباء بلا حدود، أما عدد الموتى من مرض الآيز، فهو يساوي ما لا يقل عن سبعمية وسبعين ألف إنسان ماتوا في 2018، يبقى نتكلم عن الإيدز يحصد حوالي سبعمية وثلاثين ألف، عن السرطان يحصد حوالي تسعة مليون واحد من عشرة، عن المالاريا تحصد ربعمية وخمسة واربعين ألف، من أمراض القلب، أمراض القلب تمثل واحد وتلاثين في المية من عدد الوفريات على مستوى العالم، وكانت في عام 2015 مات من أمراض القلب سبعتاشر وسبعة من عشرة مليون إنسان، سبعتاشر وسبعة من عشرة مليون إنسان، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية، الذي أصدرها في سبعتاشر خمسة ألفين وسبعتاشر، سبعتاشر خمسة ألفين وسبعتاشر، عدد من ماتوا من أمراض القلب في سبعتاشر وسبعة من وخمستاشر، عاما ماتوا في سبعتاشر وسبعة من وعشرة مليون إنسان، وفق تقرير نظمة الصحة العالمية الذي أصدره في 17-5-2017 بالنسبة للحسبة، عدد الموتى ما بين 2015-2020 بالإشارة للصحة العالمية في تقرير في 15-12-2019 بيساوي 20.3 مليون نسمة أنا بحط الأرقام دي قدامنا له عشان نقارب مثل هذه الأرقام والهلع الذي لم يحدث لنا بموت كل هؤلاء والهلع الذي يحدث لنا الآن من جائحة الكورونا المرض الأخير وليس الأقل الأنفلونزا بعيدة منظمة الصحة العالمية في 13-12-2017 قالت أن عدد الموتى من الأنفلونزا قرابة 650 ألف نتكلم عن مئات الآلاف، نتكلم عن الملايين، نتكلم عن عشرات الملايين من الموتة كل سنة والآن نتكلم عن هذا الهلع والخوف الشديد من الكورونا إلى آخر هذه النقطة الثانية هي الكورونا والجوع والكورونا والأمراض هل لو الكورونا هجمتنا مرة أخرى في الخريف هذا العام؟ الخريف يعني إم؟ نحن الآن في 30 يونيو؟ نحن نتكلم عن يوليو أغسطس سبتمبر، نتكلم عن سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر، هذا الخريف نتكلم عن الت sehe wolfgary. هل لو كورونا دربتنا مرة أخرى؟ وأعياذوا بالله كما نتوقع البعض؟ نحن نستعدونا لهذه الدربة أو هذه الهجمة أو هذه الشوطة مرة أخرى؟ ну نستعدونا لها أولا؟ هل نستعدونا منا حости من ناحية التبئية، الأمكاناتي التبئية، الأمكانات التبئية، الأمكانات الإقتصادية، الأمكانات الأجتماعيية إلى آخري إلى آخري إلى آخري إلى آخري؟ حتى الحالة نفسية للشعوب والمجتمعات هي مستعدة أن تواجه هجمة شرسة أخرى من القرونة وهل ستكون هذه الهجمة في الخليف إن صدقت نتمنى أن تصدق إن صدقت هل ستكون أسوأ من الهجمة التي ضربتنا في شهر مارس وإبريل وماي ويونيو ولا لا بالنسبة للتوقع الثالث المحور الثالث والمحور الثالث والمحور الرابع والثالث والرابع والثالث والرابع هل ستكون هناك هجمة من القرونة في الخليف ونحن مستعدين لمثل هذه الهجمة من كل النواحي المجتمعية المحور الخامس نتكلم عن هذا العالم خايفة لركبها يعني يتكادوا يتبولوا على أنفسهم تبولات غير أرضية يتكادوا يتساقطون كالناموس والعموش من خوف من خوف كل خايف مرعوب فهل ليه احنا مش خايفين من الجوع لأن الجوع يا شباب بيدرب مين بيدرب الفقير وبيدرب النازح وبيدرب البائس وبيدرب متشرد وبيدرب اللاجئ وبيدرب كل هؤلاء المجموعات المهمشة داخل المجتمعات ومع أني علاج الجوع سهل أما الكورونا لما بتيجي دلوقتي وتخبط على الأبواب لا تفرق بين غني وفقير وقوي وضعيف وصحيح ومريض وذوجه وسلطان ومن لا سلطان له فلذلك علية القوم هم جزء من الهلع لأنهم أصبحوا ويخافوا على مقدرتهم وعلى حياتهم وعلى هم تلكتهم هذا جزء من الأشياء كلها لماذا الهلع كل الهلع نحن نتكلم عنه وإذا قررنا المصابين والمعافية من الكورونا بما تكحدثتنا عنه من قبل في خلال العشرة دقائق الماضية لا نحن عندنا نفس الهلع من الأمراض الأخرى هذا الهلع لأن الحكومات عامة اتفقت أو بعض الحكومات أو الكثير من الحكومات على توجيه الشعوب توجيه الشعوب إلى الخوف لكي ينشغلوا بأنفسهم وحياتهم ولا ينشغلوا بالمناخ السياسي المناخ الاقتصادي المناخ الاجتماعي والفساد الحاصل في كثير من الدول قد تكون هذا التوجه توجه مصاق أو موجه من بعض الحكومات أنها تخوف الشعوب وتحول الشعوب والمجتمعات إلى كتل سكانية ثم كتل صغيرة بشرية ثم أفراد ليس بينهم أي نوع من أنواع التواصل أو التكامل يسهل برمجتهم ويسهل قيادتهم ويسهل توجيههم وتتحول هذه الشعوب إلى هذه الشرزمات البشرية التي لا تصبح منتجها فيتحكم في حياتها من في أيها ديم خيوط الإنتاج هذا بالنسبة للهلع والخواب أيضا بالنسبة للهلع والخواب أيضا بالنسبة للهلع والخواب ريشة في مهاب الريح ليس لي قيمة إلا أنني حينما تأتي الريحة بما لا تشتغل سفن أسير مع الريح وأسير مع الجو وليس لي قيمة ولا قامة ولا ثقافة ولا تاريخ ولا قيم ولا أخلاق إلى أخري إلى أخري إلى أخري هل هذه الأشياء هي سبب الهلع الزائد الحادث علينا من الكورونا؟ لا طيب ننتقل للنقطة السادسة اللي هي المحور السادس اللي هو رجال الدين والدوائر الدينية خاصة في الدول التي غالبياتها من المسلمين نشكرهم لأن التفاعل بتاعهم مع هذه الجائحة كان تفاعل احترازي تفاعل احترازي يزاهم الله خير فأغلقوا المساجد علقوا الشعائر خسعية العمرة علقوا أيضا الفرائد كفرية الحج منعوا الصلوات الجماعة في المساجد لش أشهر منعوا الاحتفالات الدينية برمضان وبعيد الفطر إلى آخري إلى آخري إلى آخري منعوا التجمع داخل المساجد أو خارج المساجد من أجل تلقي جروس الدينية ده شيء جيد لو طبق على كل مؤسسة دينية وغير دينية داخل مثل هذه المجتمعات لكن كنا نجد على النقيد أن داخل مثل هذه الدول التي تدعي أنها دول يعني مسلمة أو مجتمعاتها مسلمة ماذا تفعل قبل رمضان وأثناء رمضان؟ بالنسبة لتصوير المسلسلات والبرامج والدراما التلفزيونية كانت على قدم الوسق وأوجدوا إليها المعاذير حتى أن اقتزاز الاستوديوهات داخل مثل هذه الأماكن دون وجود تباعد مجتمعي ودون وجود كمامات كان واضحا 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 يكيلوا بمكيالي هذه نمرة واحدة نمرة اثنين أن الأسواق مثل هذه الدول كانت تقتز بالباعة وتقتز بالمتسوقين وتقتز بالمارة وتقتز بالمتسكعين دون وجود أي احترازات في الكمامة أو في التباعد الاجتماعي نجد أن المواصلات العامة في الأوتوبسات أو في التكسيات أو في الميكروباسات أو في المترو أو الاندرجامب كان بردك مقتزة في مثل هذه الأماكن لكن المساجد مغلقة 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 نجد أن الحكومات سمحت للقطاع الخاص أن يمارس عمله خوفا عن الاقتصاد خاصة عمال الإنشاءات والسلائقات الكبيرة الذين هلك مات منهم الكثير في هذه الأول النقطة السادسة بالنسبة لكايلب ميكياليم ما بين المؤسسات الدينية الإسلامية والمؤسسات الأخرى أن هذه الدول سمحت بمجيء أفواج أجنبية من السواح دون حجر صحي ليتنعموا بالهناء والسعادة داخل مثل هذه الدولة وغير ذلك من المؤسسات لم تطبق فقط إلا على المؤسسات الدينية خاصة المساجد أنا أستثني منها الكناس لكنها لم تعامل بنفس الشدة والصرامة والحماسة والعنف كما عملت المساجد في هذا الوقت حتى أن بعض هؤلاء اللامسؤولين واللافقهيين الذين أرادوا أن يفتوا للمسلمين أن يفتروا قبل أن نقتشى رمضان أنا لست في القضايا الفقهية لأن أنا لست بفقية شرعي ولكني ممن أفهم في الفقه المجتمعي والله أعلم الآن 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 الحمد لله رفعت الحذر ورفعت اللي هو الحجر في كل منحة من مناحة الحياة المجتمعية داخل هذه المجتمعات في السينمات والمسارح والأسواق والمقاهي والمولات إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلا المساجد التي سمح لها فقط منذ يوم أو يومين في بعض هذه الدول بصلاة على استحياء وليس صلاة الجمعة إلى اليوم صلاة الجمعة لم تصلى في مثل هذه البلاد إلى يومنا هذا حتى الأفواج السياحية سمحت لها والطهران بدأ يتحرك إلى آخره إلى آخره إلى آخره فلماذا نكيل بمكيالين؟ لماذا نكيل بمكيالين؟ ونعامل المؤسسة الدينية أو الجمعيات الدينية الإسلامية من المساجد معاملة أخرى غير باقي هذه المؤسسات المجتمعية في بلادنا حينما نظرنا لمثل هذا ما هي آثار هذه الإجراءات التعسفية على إغلاق المساجد التي ممكن أن تحدث ونتمنى أن لا تحدث اللهم لا تحدث بإذن الله نتمنى أن تحدث ولكننا علينا أن نتوقع أن الضغط قد يولد الإنفجار والشدة قد تولد العنف فلذلك ما هي الآثار أو الآثار هذه الإجراءات التعسفية على الإنقسامات المجتمعية؟ قد ينقسم المجتمع إلى مجتمعين جزء كبير منه اللغة نسميه المواطنين المواطنون البيولوجيين أو المواطنين البيولوجيين ما معنى هذه الكلمة؟ هو مواطن لا يهتم فقط إلا بشيء واحد رغباته التي تطلبها منه جوارحه كالأكل والشرب واللبس والسكن والتكاثر والتناسل إلى آخره والتلزز بما له ولها من أشياء في الحياة أما المجتمع الذي حوله فهو لا يكترث أو هي لا تكترث بهم وهذه الفئة القسم الأكبر من أبناء كثير من الشعوب العربية تساوي خمسين إلى ستين في المئة أو ما يسمونه الآن بحزب الكنبة اللي هو قاعد على الكنبة بيمخمخ ويسلطن ويوجه ولا يشترك في أي شيء ويحلم بالحل دون أن يكون هو جزء أو تكون هي جزء من الحل لا قسم هي الأكبر القسم الثاني حينقسم إلى ستة مجموعات ستة مجموعات المجموعة الأولى هي مجموعة التعلم مجموعة وقفت لأنفسها لكي تتعلم ذاتيا من الفقهاء الدينيين الموثوقين وفقهاء علوم الاجتماع وعلوم السياسة والاختصال لكي يستطيعوا أن يحافظون على مسيح مجتمعاتهم هذه أول مجموعة من المجموعة الستة في القسم الثاني المجموعة الثانية من المجموعة الستة اللي هي مجموعة الانضمام للحلقات في مجموعة أخرى هي غير قادرة مجموعة من الشاب غير قادرين على أنهم يستنبتوا ويقرأوا لوحدهم ويذهبوا إلى حلقات أو مشاركات عن طريق التواصل الاجتماعي سيكون في العلم الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الدينية لكي يفهموا من الموثوقين يبقى فيها المجموعة الأولى اللي هي مجموعة التعلم الثانية مجموعة الانضمام المجموعة الثالثة هي مجموعة الإصابة يعني إصابة؟ يعني المجموعة ستصاب بإحباط وانتواء وانعزال لماذا؟ لفقدانهم والثقة في القائمين على أمور الدولة والدين في البلاد التي يعيشون فيها يبقى فيه تعلم فيه انضمام فيه إصابة ويصيبوا بالإحباط المجموعة الرابعة هي مجموعة التحول ما بعد الإصابة ستتحول بعض الشباب داخل هذه المجموعة إلى التشدد والتطرف كردة فعل الإصدراء المسؤولين في مثل هذه البلاد لدينهم الحنيفة يبقى نتكلمنا على مجموعة التعلم نتكلمنا على مجموعة الانضمام نتكلمنا على مجموعة الإصابة ونتكلم عن مجموعة التحول يتحول هذا الإنسان المواطن إلى إنسان متطرف إلى آخر المجموعة الخامسة هي مجموعة الاستقطاب من من؟ من جماعات مشبوهة تستطيع أن تستغل أو تستقطب هذه الشباب والشابات الصغار في ابتزاجهم في أعمال غير إخلاقية كما رأينا فيه كثير جدا من منصات التواصل الاجتماعي المجموعة السادسة والأخيرة وهي مجموعة التجنيد والتي فيها سيجند بعض الشباب من خلال من؟ من خلال الجماعات الإرهابية والمجموعة المتطرفة وتحول مثل هؤلاء الشباب الثائر الغاضب إلى مجموعات إرهابية خاصة خطيب على القائمين في مثل هذه البلاد وخاصة رجالات الدين منها هذه ست مجموعات داخل القسم الثاني بعض النقس الأول هو حزب الكنبة، أو الميولجين والقسم الثاني ومتحول الى هذه الستة مجموعات، حذكر فيها مر أخرى هذه مجموعة التعلم الأولى، ثم مجموعة الاندمام، ثم مجموعة الإصابة، ومجموعة التحول، ومجموعة الإستقinação، ومجموعة التجنيد هذه قد تكون الصورة أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا مخطئاً في تصوري هذا ما يقوم به هؤلاء اللامسئولين الذين لا يفهمونه لا في الدين ولا في الفقه المجتمعي ولا في ضروب المسالك العمل المجتمعي وحاجيات المجتمع أتمنى شوف ما هم ما يقوم به وما قاموا به في الفترة الأربعة أشهر المدى قد يؤدي إلى التالية ويؤدي إلى التالية في حد ذاتي هو أدى للتطرف والتشدد للانتواء والانعزال للإحباط التقسيم المجتمعي ازدياد العرف المجتمعي ومن ثم القيام بأعمال إرهابية يقوم به القلة 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 القليلة منها على الشباب الغير فاهمين على الدين والصاقتين على مثل هؤلاء الناس يبقى احنا بالتالي ازدياد الحماس في الإغلاق المساجد وازدياد الحماس في التشدد على المسلمين وعلى مقامة الشعائر قد يكون لي أصل لكن الزيادة خطر لأن في الناحية التانية كان فيه نفتاح ده بالنسبة للمحور السابع محور رجالات الدين في العالم الإسلامي وكذلك اللي هو أثار هذه الإجراءات العصفية على المجتمع طيب نرجع بقى للنقطة التامنة اللي هي إيش دخل كل هذا في هذا في ذاكة في كله في حاجة اسمها السفارة العزيزة السفارة العزيزة ده كان فيلم في عام 1961 أنتغى في مصر وكانت بطلته اللي هي سعاد حسني وشكر سرحام وعبد عدلي كاسب وبدات حمدي وعبد عبدالله إبراهيم القصة بتدور حوالين غزار 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 يمكن هو موجود في سورة الإعلان غزار ده كان ظالم لأخته وظالم لزوجته وظالم للمجتمع وكان قاسي جدا وكان يعني سيء سيء الأخلاق وسكن عنده هذا المدرس اللي هو شكر سرحان وكان المدرس زميل كان سكن عنده هذا الرجل من قبل وعانى منه أشد الأمرين فلما عرف الزمين اللي هو المؤستاذ الآخر اللي هو ابن أبراهيم بهذه القصة وهو يعرف أن هذا الظالم يبيع لحوم خارج سعر التسعيرة وخارج اللي هو قد تكون لحوم فاسلة فذهب إلى الأمن وأخبرهم بهذا الأمر ورحق لزميله علشان يأتي الأمن فيقبل على هذا الرغم متلبس بأنه يبيع لحوم مش مختومة ونحوم قد تكون فاسلة الجزار ذكي ذكي طبعاً مش أي مش تربوش الجزار فلما رأى هذا الصديق اللي هو كان ساكن عنده من قبل يذهب مع صديقه يطلع للشقة فبدأ يفكر ثم رأى بعض الناس يجلسون على المقهى التي بجوار مقصبه أو اللي هو الدكان بتاعه اللي بيبيع فيه اللحمة وشكلهم غريب فبدأ يفكر أن هؤلاء رجال الأمن يبقى فيه شيء يطبخ له شيء ندبر بليه فأتى ببعض غلمانه وقال لهم اختلقوا معركة لكي نشغل أرجالات الأمن لأنني أطلع أقتل هذا الإنسان الذي أراد أن يحاربني في قوتي وقوتي أولادي وفعلاً نشعت معركة في الحارة ونشغل البوليس بها ونشغله عن الرجل الموجود في الشقة القصة هنا معناها إيه؟ معناها بمنتهى السهولة هذه الكورونا دي هي تعتبر غطاء 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 ما يخطط لإعادة تقسيم مجتمعات بعينها دول بعينها جغرافياً ديمغرافياً ثقافياً اجتماعياً إقليمياً إلى آخر إلى آخر على التشريد مثل هذه المجتمعات داخلياً بالنزوح وخارجياً باللجوء هل هي بتغطي هل هناك أشياء تحاك للعالم وخاصة في بعض المناطق اللي هي من أهم المناطق فيها بالنسبة لي أنا منطقة الشطر الأوسط اللي فيها حوالي 400 مليون عربي نتكلم فيها هل هذا الفيلم بتاع سعاد حسني اللي هو السفير عزيزة هو الغطاء للمعركة اللي عملها الجزار عشان يلهي الشعوب ويلهي المفكرين ويلهي عمال المجتمع عن ما يخطط لمثل هذه المجتمعات ها؟ والله أعلم كل شيء متاح ومباح للنقاش ننتقل للمحور التاسع المحور التاسع اللي هو الحل والحل اللي عندي فيه جزء اين؟ جزء اللي هو آني وجزء اللي هو مرحمر حالي مستقبلي لكن قبل أن نذهب الحل أرجوكم وأتوسل إليكم أن تنظروا إلى أن المريض بمرض الكورونا ليس جربة هو إنسان أو هي إنسانة تعاني من خمس أو ست أمراض أولها مرض عضوي اللي هو بيصيب الرئتين أو الجهاز التنفسي فبينهي قوة المصاب بهذا المرض نمتنين مرض نفسي لأنه بيجعلهم غير قادرين على التعامل مع الآخرين خشة انتقال العدوى إليهم الثالث مرض اقتصادي لعدم قدرتهم على الكسب الرابع مرض اجتماعي لعدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين الخامس مرض شعوري لإحساس هذا المريض بأنه عال على الآخرين وهم شباب كثير منهم شباب يسيدني الشباب أصحاء واقوية كل هذه المنظومة من الأمراض التي تخبط وتضرب وتنهج قوى المصابين بالكورونا يجعلنا نكون ألطف وأرحم وأكثر صبرا عليهم مما أن نتعامل معهم كجربة جربة استغفرنا عظيم في بعض الأمثال خاطئة في بعض الدول قوى المصابين بالكورونا في بعض القرى أو أهل بعض القرى من الجهل بما كانوا يرفضون أن تأتي إحدى المصابات المتوفيات بمرض الكورونا التي تدفن في قريتها ما هذا الجهل؟ ما هذا الجهل؟ ما هذا العنف؟ ما هذا العنف؟ ما هذا العنف المريض؟ أحصلنا من أحد في بعض المدن في بعض الدول كان سكان أو قاتلين في العمارات لا يسمحون لبعض السكان المصابين بالكورونا لما رجعوا عادي نرجعوا الشقة بتاعتهم فعادي نطلعوهم إيه الجهل ده إيه الحقد ده إيه الدغينة دي دي أنا مريض عوضا عن أن تتقربوا إلي بالحسنة وتتلطفوا إلي لكي أشفى نفسي قبل أن يشفى جسدي تعزلوني عن المجتمع بل بالعكس كما يقيل في بعض اللقاءات مع هؤلاء المصابين بالكورونا أنهم كانوا يقتروا عنهم الميا عشان خايفين أن الميا أنهم يترحوا لهم بالكورونا شوفوا المصيبة قدية والناس دي في مناطق راقية ويخال أنهم متعلمين حاجة يعني مؤرفة حاجة مؤرفة بل كانوا يرفضوا أنهم يطلعوا لهم لما تيجي المحلات يقولوا المحلات بتاعت الأكل أو بتاعت اللي هي السوبر ماركت ما تطلع لهم شناك ديوا عندهم كورونا فيخوف العماج في أغير الناس ستموت يعني كن أنت رحيما عليهم المهم مثل هذه الأشياء تجعلنا نقول أن هناك مشكلة وعي مع مشكلة جهن أصلاً في المجتمعات حتى لو كان هؤلاء الناس هم من أصحاب الشهادات العليا من أصحاب الشهادات العليا أو دكتوراء أو ماجستير أو بكادريوس إلى الخير إلى الخير الشهادة شيء والوعي المجتمعي والتعلم التعلم التعلم المعرفي شيء آخر فأرجوكم لا تتعاملوا مع إخوانا وأخواتنا من مرضى الكورونا على أنهم جاربة دي اللي هو ندخل في الحل الحل عندي جزئين الجزء الأول بتكون من عشر نقاط شايفين كذا سابع العشر عشر نقاط الأولى أن نتعامل مع دور العبادة كمؤسسات مجتمع مدني بنفس المقدار بنفس المقدار من الاحترام والتقدير والحرية التي نتعامل بها مع المؤسسات الأخرى يعني أنا التلفزيونات أهم من المسجد الاستوديهات أهم من المسجد زرفت بقى احترام مشاعر المسلمين لنمر اتنين وقامت شعائرهم الدينية وعدم التسلط في تسليط الضوء عليهم وإقصائهم من المجتمع هم غالبية فيهم نمو التلاتة فتح مجال الدعوة لرفع الوعي على كفة الأسعدة خاصة من خلال مؤسسات الدينية الراسخة في العالم العربي والعالم الإسلامي وأدرب المثل بأعرق جامعة موجودة هناك هي جامعة الأزهر الشريف نمو الأربعة في الحل الكفة عن الاستهزاء بالدين الإسلامي وخاصة من هؤلاء الروايبدات الذين يقدمون برامج تلفزيونية وهم أجهل من دابة بل بالعكس الدابة تعرف دورها في الحياة وهتيك الروايبد أو هذا الروايبد لا يعرف دوله في الحياة نمو الخامسة أبراز نوع آخر من العلماء غير الذين يبرزونهم لنا لكي يكون هناك حوارا أو حوارات ذات رجالة نظر مختلفة الرأي والرأي الآخر قد يكون أنا رأي خطأ المشكلة أخذ برأيك أنت إلى آخرين نمو الست الاهتمام بالشباب اللي هم حوالي خمسين لستين في المئة من المجتمعات المسلمة بعمل برامج ثقافية اجتماعية رياضية كشفية واقتصادية إلى آخره لكي تستنفذ ثقاتهم وتحقق أحلامهم بطريقة إيجابية لما سبعة مواجهة خطر الأزمة الحقيقي بتاعت الكلام هي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي هذا المرض أو هذه الجائحة لما تمانية أن تزداد انفاقات الحكومة على الخدمات الاجتماعية كلها وعلى رأسها اللي هم الخدمات الاجتماعية الصحية وعلى رأس هذه الخدمات الأطباء والصيادلة والممردين والعمال داخل مثل هذه المؤسسات الصحية نمرة تسعة رفع الوعي المجتمعي الإيجابي والذي يشارك فيه مين؟ المؤسسات الدولة المؤسسات الحكومة المؤسسات المجتمع المدني المؤسسات القطاع الخاص المؤسسات البحثية والجامعات والمؤسسات الأخرى لابد نرفع الوعي المجتمعي لكي نستطيع أن نقف كشعب ونقف كمجتمع ونقف كأمة أمام مثل هذه الجائحة نمرة 10 ودي مهمة جدا 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 تعتبر قاطع في كل ما قلته هو اتباع مبادئ الشفافية الشفافية والحكومة الرشيدة والمساءلة والمناصرة والتعاون والتنسيق والحيادية وعدم الحياة والمراجعة مع الجميع وأن نعلم الجميع أن القانون فوقنا ولا أحد منا فوق القانون القانون فوقنا جميعا ولا أحد منا فوق القانون فالسؤال هنا بقى بالنسبة لنا جميعا هل الكورونا أنا بقى واحد أسئلة غبية كده شوية عشان الناس تخرج ايه من الصندوق اللي هم عايشين فيه ده ومن الكذبة اللي عايشين فيه على حزب الكذبة هل الكورونا جات لمحاربة الدين وخاصة الدين الإسلامي الله أعلم قد تكون هنا تصرفات من بعد اللا مسؤولين الذين يفقوننا في الدنيا ولا في الدين ولا الكورونا جات لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف أم أن كل هذا سوف يحدث إمتى كنتيجة لتشدد اللا مسؤولين عن أدارة شؤون الدول في محاربة الدين الإسلامي من خلال الادعاء بمحاربة الكورونا دين مجموعة الأولى العشرة فيه الحل اللي نتكلم عنه أما المجموعة الأخرى مثل ما هي بيت القصيد ففيها 8 أو 9 أشياء أخرى لابد أن نعملها أو أن نقوم بها يعني نتكلم عن منظومة داخل هذه المنظومة أنظمة داخل هذه المنظومة مسيرات منظومة أنظمة مسيرات تحقق نتائج تقاس مثل هذه النتائج بأثرها على المجتمع المحلي الإقليمي الدولي فما هي بيت القصيد هنا؟ أول نقطة في بيت القصيد التعليم الاستثمار في التعليم الاستثمار في التعليم الاستثمار في التعليم بكافة أنواعي التعليم الحكومي التقليدي التعليم المهني الحرفي التعليم المواهبي لمن كانت لديهم مواهب المواهب التعليم المجتمعي المرتبط بالبيئة التعليم التطبيقي المرتبط بالخوض وفي التجارب العملية التعليم ليس نظام واحد داخل هذا التعليم أنظمة كثيرة نمرة واحد نمرة اثنين في بيت القصيد هو توفير فرص العمل لمحدود الدخل أو لمن لا دخل لهم بمعنى أن أقيم لهم أسواق شعبية تستطيع أن تستوعب طاقتهم وقدرتهم وإنتاجهم البسيط لكي يتكسبوا تكسبا يوميا يتبلعون به رمق الحياة بها تحليم التعليم وهذا هو توفير فرص العمل وإذا أخذت توفير فرص العمل وهذا هو الأسواق الشعبية نمرة به تشجيع الحرفيات والمهنيات ليس كلنا سنتخرج من الجامعة ليس كلنا سنأخذ دكتوراه ليس كلنا سنحترم لكي نتعليم شهادة ومكتب عليها دال وره وعين لا الحرفي والمهني مهنته جميلة ومحترمة كالدكتور والطبيب والمهندس إلى آخر نستثمر في المشاريع الزراعية البسيطة سواء كان على مستوى البيت أو على مستوى الغيط بمعنى حتى في التفاكر الزراعة بدون تربة الزراعة على الأسطح الزراعة على البلكونات إلى آخر لكي نحرك المياه الراكدة التي موجودة عندنا الاستثمار أيضا في مشاريع التسمين تسمين الطيور تسمين الأبقار تسمين المشاء إلى آخر بحيث الأسرة تستطيع من خلال الدخل البسيط أو رأس المال البسيط أن يكون لها دخل من هذا بالنسبة لنمرة 2 لتوفير فرص العمل لصغار هم حتى ممكن يوفروا على نفسهم لكن أنا عليّ أن أجد لهم المناخ المناسب داخل أسواق الشعبية نمرة 3 في بيت القصيد الاستثمار في البحث العلمي في البحث العلمي نمرة 3 البحث العلمي نمرة 2 فرص العمل لكي لا يكون هناك شك من أحد من المواطنين ليس له دخل ليس له دخل نمرة 4 الاستثمار في مجال التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا ومجال تكنولوجيا واسع جدا خاصة تكنولوجيا ومعلمة أن الأغلب الأكاذيب التي تأتينا من العالم سواء العالم التي نعيشون فيه أو العوالم الأخرى هي عن طريق مواصلة التواصل الاجتماعي التي كان يقود نص أو أكثر من نص المعلومات فيها خاطئة ومضللة وكاذبة يجب أن نستثمر فيها لأنها تتحكم في صناعة المعلومة التي قد يكون صادقة أو كاذبة نمرة 5 إعادة سياغة العقيدة العقيدة الأمنية لكي يعرف رجل الأمن أنه يحارب الجريمة ويدافع عن المواطن لكي يحميه من الجريمة التي تقعت داخل المجتمع وإعادة سياغة عقيدة الرجل العسكري الذي لابد أن يعرف أنه يدافع عن الوطن ويدافع عن المواطن في الحدود الخارجية فإعادة سياغة هاتين المؤسستين المهمتين ليه لأنهم إنما أنشوتها من أجل الحفاظ على أمن المواطن وأمن الوطن في نفس الوقت نمرة 6 إرساء مبدأ المساواة مبدأ المعنى وطويل وقصير كل ده كل ده كل ده ما ينفعش اللي هو المساواة نمرة سبعة الحفاظ على مناخ الحريات الباعة للتدافع المجتمع والإبداع لن يوجد إبداع حتى الإبداع الفني حتى الإبداع الدرامي حتى الإبداع الأدبي حتى الإبداع في أي شيء في جو كئيب من عدم موجود حريات عند المبدعين نمرة ثمانية أن نقوي بناء قطاع المجتمع المدني داخل الوطن التي تتشارك فيه كل أياد وسواعد المواطنين المدنيين فهم الذين ينشئون هذه المسيرة لتستطيع أن تبني الوطن ثم تحافظ على كائنونة الوطن ثم تحافظ على مسيرة الوطن ثم تحافظ على تقدم الوطن لكي يتقدم على أوطان أخرى وتصبح هذه الشعوب بهذا المجال الحريات هذا المجتمع المدني قادرة على تمثيل هذه الأوطان في الخارج ثم الدفاع عن هذه المجتمعات في الداخل ثم تسعة وقد تكون مكررة الاستثمار في الشباب باب 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 50% من مجتمعاتنا هي من الشباب ونقم لهم كل البرامج التي تجعلهم هم قادة المستقبل هم ظهرة البلاد هم عماد البلاد إلى آخر في كل المجالات البرامج التي نحن نتكلم أنا أختم هنا وأقول أن كل هذه الحلول كل هذه الحلول وغيرها تتعامل مع الجائحة كمنظومة منظومة 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 حلول مجتمعية داخل المنظومة دي كما قلت من قبل فيها نظام وفيها مسير وفيها أذبيات وسياسات واستراتيجيات ومخرقات تقاص من أجل من هذه المجتمعات يبقى نتعامل معنا منظومة حلول مجتمعية لها نظام ومسيرة وليست وليست حلول فردية فعالية عشوائية متخبطة ومتضاربة من أراد أن يحلم لأنه استيقظ في اليوم الثاني فحلت المشاكل في حلم بهيج قابلني مرة أخرى سواء نرجع مرة أخرى لنختم كل هذه الحلول تجعلنا تتعامل مع الجائحة كمنظومة حلول مجتمعية لها نظام ومسيرة وليست حلول فردية انفعالية عشوائية متخبطة ومتضاربة ولخص ما قلته في خلال النصف ساعة الماضية في التسعة محاور التي تتكلمت فيها هل الكورونا تعتبر الكورونا والدين والكورونا والاستفالة التسعة محاور أعيدهم مرة أخرى هم موجودين أيضا في الكومنتات عندكم هل الكورونا جائحة؟ هل العلاقة من الجوع والكورونا؟ هل الكورونا ستهاجبنا مرة أخرى في الخريف؟ وأننا مستعدون لها؟ لماذا هل العزاء من الكورونا؟ والجوع والأمراض الأخرى تفتك الملايين مننا؟ ما هو ماذا تفعل الدوائر الرسمية الدينية المسلمة مع الكورونا؟ ما أثار هذه الإجراءات التعصفية من هذه المؤسسات على انقسام المجتمعي؟ وكذلك العلاقة ما بين فلسفة فكرة فيلم السفيرة العزيزة والتغطية على ما يحاك لمجتمعاتنا والأخيرة هي الحلول وهم حوالي تسعتاشر نقطة عشرة نقطة أساسية وتسع نقطة هي باية القسيدة لذلكم الله خير نلتقي غدا إن شاء الله الساعة السيدة أيضا بالمحاضرة باللغة الإنجزية قاموا بشأنه سنرحوا أنفسكم سؤلاء الزرقاء تولوني وضع الموجودة بالزيارة القربية ومقر واختي عزيزة ما هو السور throw between the three 6 أقل اول صحة اليوم صفة اليوم ماي دون تهارة العزيزة الزرقاء 8 أقل مكهة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته